شاب مسالم بطبيعته يعمل كفنان أعراس في مدينة تعز ومثل كثير من المواطنين يحاول أن يعيش بعيدا عن أي شكل من أشكال الصراع لكن كل ذلك لم يشفع له فما هي إلا أسبوعان منذ دخل الحوثيون بأسلحتهم إلى الحي الذي يسكنه حتى وجد نفسه معتقلا ومخفيا بشكل قصري ويتعرض للتعذيب ولا يعلم ما هي جريمته بالتحديد الفنان والمعتقل السابق بسامة زيادة يحكي جانبا من شهادته على معاناته ومعاناة المعتقلين في سجون مبليشيا الحوثي نتابع الفيلم التالي ثم نعود أنا بسامة زيادة أمري 26 سنة أشتغل بحفلات وعراس كل يوم من مكان لم يكن من صالة لأعراس فقط فأحدي حياتي فلما جاءت الأحداث والحرب هذه لاقينا عانينا كثير جدا طبعا لما جاء الحوثة هنا على فتا جاول نفس ذا الوقت على طول دخلوا هنا الحارة فأجد فأجد يسمع 23 يسمع من هنا من جنب البيت 23 يضرب لأوني من شطلة بالتبادي اللي مقابلنا اللي يسمى تباة الخواة فأسنسا أقول قوال فأجدوا بهذا الشياء والسياح الحربة أكملت فأجد ثم نسمع 23 قبل بيتي فوز طبعا نتفاقى هنا خارجنا مالا قالوا دوردوا واعش ما بش نقول دواعش أجد ما أعطى الخير فأجلسوا يتراموا لهم فأجلسوا بعدين دخلوا الجامعة أنا بترون من هنا دخلوا كسروا الأبوب حق السكان حق الطالبية أتمركزوا داخل السكان دخلوا الحرم الجامعي وأجلسوا هنا أتمركزوا وبعدين أجلسيت بعدين فطري ممكن بعدين لسبوعين على طول جاولي لما البيت أخذونا لقمعة تعزة في البداية هذا وبعدين أنا مجداري على إيش فهم قالوا قراءة تمنيا فأنا وصلونا للجامعة فهم يسألوننا شي سؤال أخذونا على طول من الجامعة ولم نردونا السكان المركزي فاتفاجئة الحيام الثاني في السكان المركزي كان في أسراء في أسراء من السكان المركزي من اللي مشوا بالشوارع من الذي كانوا يدخلوا قط يطلبوا الله بال Jia دخلوا للمدينة لأنهم كانوا معاهم كان زي ما تفهموا والكل يعلم أنهم كانوا وكانوا عندهم معبر ممنوع يدخلوا للمدينة أي شي كان ممنوع أي حاجة فكانوا يحصلوا إلى واحد معه دبا غاز دخلوا داخل لو أحد دخل معه ثلاثة كيلو طماطقل ولكنتش يهرب للدواعج دخلوا داخل ضرب دعس الله لا أرويك فأنا من ضمنها أنا بالسنة اللهم ما لاقيناش أنا فكنت بننتاقهم ما نجداري علاش اللي ذي سيقبونا فأنا أقول لك من زملائي اللي ذي حصلوا طماطقل هنا في أول مرحلة في السقن المركزي فمنهم الذي كان داخل معه طماطقل واللي معه دبا غاز واللي يقولوا تهرب الدواعج فأنا اليوم الأولى ما تلموناش والليوم الثاني فأصادفونا في ضرب ضرب مبرح قوي جدا فكان يقولوا لي انتقس شهادتين فأنت آخر يوم لك فأمن هذه الأشياء فأنا والله العظيم تخيل عدمي ما قم ضربش عمرك ما قد وصلت لهذه المرحلة ما قد هان كرامتك فذا قهر الرجال اللي تعوذ من الرسول والله العظيم أن أنا رجعت من بعد ما مضربت فكنت أقول لك بالرز ذم دخلونا داخل فكنت أفكر وانا داخل محبس السكن المركزي كنت أفكر أننا ننتحر الصد فراجعونا بعض الزملاء اللي كانوا معي قالوا لي بس ها محتسب السام مهما كان وعلى المؤمن قوي فصادفت أنا ضربت يقول لي لأولي قبل يقول لي أنا ضربت أزيد منك طبعا من ضربت أزيد منك فالسام فوق ما تتوقع فاصبر عادي فقل السيناه هناك أمكان السبوع كان كل هم حادي بيحتبس العمر كل همشي لأتي قشتين كرامة لا تضربناش عادي مستعدين أنك تبقى حتى لا حد هذه اللحظة وذي اليوم عادي فلما تقشتين كرامتنا وتضربنا على إيش إيش السبب إيش أنا سوي فنقلونا وين نقلونا بعدين الصالح بعد عشر أيام ما مريتوا بين وين في السكن المركزي حولونا الصالح فالصالح كان معا مواحد اسمه أبوه حرب يلا تحقيقات والتستاز كهرباء وسين وقيم قالوا امتو دعم الدواعش بمو دعم الدواعش أنا قمعت الخر أنا أشتغل فنان فنان قالوا يمكن تغني الدواعش الدواعش خلنا له ما ذهب الدواعش أول مرة أسمعنا أبو دواعش سمعوه غاني تمام فهذه ما عدريش ملحق اللي ذي ماسك اللي فيها فقل السيد في الصالح يمكننا أقول لك يمكننا حوى خلال العشرين يوم فحولونا صنع صنع حولونا صنعان وتسع أفراد منهم سالم عياش أمحمد الصبري صاحب المخلافي حسن فارغ بنوى محامي فكان كلهم مش عقبات ولا حق حرب ولا حق مشاركة لا من بعيد ولا من قريب واحد إعلامي واحد محامي واحد ماسك اللي اتصالات واحد فما لهم جد دخل بادي الأشياء فكنت أنا أستغرب أنا لما حولونا من تحز لا صنع فأنا شفت نفسي حاجة كبير كان حاربونا حارب نفسي في صنع لا لا رويك يعني أحرب نفسي خيرات ومن ضمنهم كانوا معنا الصحافيين عقاكم السبات تسع صحافيين كانوا من ضمنهم حارث وغير وآه كانوا معنا كمان في صنع صحافيين عندكم فهذا مكانوا كمان لقوا تعذيب فوق ما تتوقع فوق ما ما تتوقع تعذيب من جميع النواع قسديا نفسيا فالله لا رويك فكل واحد داري بادي الشي اللي حصل الله فهم زملاء وممكن اعلاميين وطبعا بعدين حولونا من من صنعاء على طول ردونا وين تعذ مرة ثانية خلونا في تعذ يلا قلنا زيارة نشبق وتعذ في يومين حولونا بعدين من تعذ إلى ذمار فهذا المعتقل الله لا رويك لا من يقول لك ربي وربك الله معتقل عزك الله دولنا اول يوم فممنوع حتى الهواء الهواء ما نشوفهاش الدولنا الله لا رويك هنا كرامتنا فق ما تتوقع أنا ممكن انتم هيا انتم وانتم فخرقونا اول واحد خرقونا في معتقل دمار هنا كرامته ضربوا من ضمنهم حيثام سام القرموزي فأضم كلهم كانوا يضربوا في معتقل دمار يضربوا كانوا جزائد لما يضرباك يضرباك في وين في مكان المفاصل خط بعصياء في مكان المفاصل فأنا مخريونا عندهم هذا في معتقل عقد دمار يقعوا هانوا كرامة السط سب شاتم انتم هيا انتم من دريش قلتوا يا أخي خلصنا قلتوا يا أخي خلصتنا خلصنا آه وكانوا يحطوننا هنا في عماكن مساعدة في الطيران القنات جارتها من القنات ضربتنا هناك محبوس في مندنة الصالح واستشهدوا خيرات أسرى منها أسرى استشهدوا واحد تخيل كان عريس هو صاحبه العريس تطلعوا فوق صاحبه وخلوا تحت فتخيل لو تبصر الله لا روي تخيل هذه اللحظة من صاحبك يقبتها له الله لا روي كان يعاني لو تشوف كان في الصيح يبكي أحياتنا من تنادي فكنت تتمنى من الله حلمي الوحيد إن أنا يش أتواصل مع أهلي أتواصل مع مريتي أتواصل مع أطفالي نفسي كان تموت باليوم ألف موتة تخيل يقير مضان وأنت بسسسقون تخيل تعود كل سنة نترمض مع أطفالك اليوم من يعطيهم من يدي لهم الله لا روي يعني فعني ما تعني ما تعني هالكلمة تخيل أنه يعيد تبصر أنت تخيل فوق ما توقع الله لا روي عانينا خيرات عارك جدا من ضمنهم لعدة الآن في أسرة للآن ولللحظة الذين اللينا الآن تكلم فيها في أسرة للآن يعانون يعانون بما تعني هالكلمة بعضهم مني يعول أسرة زي ما كنت أنا أحد كان يعول أسرة تغير أنا دخلي اليومي لو فيها عراس أروح أشتغل ويدي لأطفالي زي ما تشوف عاما ونصف العام قضاها بسام مغيبا عن العالم أطفاله وزوجته عاشوا صنوف المعاناة ولم يسمعوا سوى الإشاعات المتضاربة عن مصيره وعن حالته لماذا يتعمد الحوثيون اختطاف واعتقال المدنيين كيف يعاملونهم في السجون وما هي طرق الإفراج عنهم لعل بسام الزياد قد أجاب عن بعض هذه الأسئلة ويجيب عن غيرها سهيل العبسي وهو ناشط حقوقي ومعتقل سابق في سجون الحوثيين ينضم إلينا من مدينة عدن مرحبا بك سيد سهيل أهلا وسهلا تعرضت للاعتقال في سجون الحوثيين هل لك أن تحدثنا عن هذه القصة باختصار؟ نعم تعرضت للاعتقال في سجون الملشيات الحوثية لمدة عام كانت تقربة قاسية لنا فترة الاعتقال حيث تم انتهاك حقوقنا في الحرية والعيش كانت تقربة قاسية كما قلت لك في المعتقال تم إداعنا في سجن مخفي انفرادي في سجن البحث الجنائي هناك تعرفت للتعذيب أثناء عملية التحقيقات الملشيات تستخدم كافة وسائل التعذيب النفسي والقسدي إذن كانت المسألة إخفاء قاسية أيضا ليس فقط اعتقال نعم إخفاء قاسية ما هي التهمة التي وجهت لك؟ إخفاء قاسية لمدة شهرين من فترة الاعتقال نعم سيد سهيل هل تسمعني؟ نعم ما هي التهمة التي وجهت لك وكم دامت فترة الإخفاء القسري؟ التهمة الموجهة إعلامية مع الحكومة الشرعية مدة الإخفاء كانت شهرين ومدة الاعتقال بشكل عام كانت سنة كاملة نعم شاهدنا قبل قليل جانبا من شهادة بسام الزيادة وهو فنان ومعتقل سابق في سجون الحوثيين أنت أيضا معتقل سابق هل التقيت ما في السجن؟ لم ألتقي بالأخ بالسام الزيادة لكن سمعت عليه كثيرا كيف خرجت أنت من السجن؟ خرجت في إطار صفقة تبادل أسراء مع المقاومة القنوبية بعد إجبارنا بعد تحويلنا من معتقلين إلى أسراء حرب مارسة الملشيات الضغط علينا بالخروج عبر صفقة تبادل أنتم مدنيون وتم التبادل مع أسراء حوثيين مقاتلين هل هكذا هو الوضع؟ نعم نحن معتقلين مدنيين تم اعتقالنا من داخل منازلنا والملشيات الانقلابية حولتنا من معتقلين مدنيين إلى أسراء يتم التبادل بهم بمقاتلين الملشيات هل هذا برأيك كان السبب الأساسي لإعتقالكم يعني أن يقوم الحوثيون باختطاف الناس من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات ليتحولوا في الأخير إلى هذه المبادلات مع مقاتليهم الملشيات مارست الاعتقال بشكل تعسفي للجميع لكل المخالفين في الرأي واستخدمت وسيلة تحويل المعتقلين إلى أسراء لإخراج مقاتليها من سجون الحكومة الشرعية المقاتلين الذين تم أسرهم من جبهة القتال تحدث أنك تعرضت لمضايقات أو لتعذيب هل لا تصف لنا هذه الفترة وهل يتعرض بقية السجناء واطلعتم أنتم على أنواع من التعذيب في السجون الحوثية نعم تعرضنا للتعذيب في سجن الملشيات أولا يبدأ التعذيب في التعذيب النفسي وهو الإيداع في زنزانة انفرادية مقطوعة عن الإضاءة ومقطوعة عن التهوية يتم عملية الترهيب النفسي باستخدام عدة وسائل على سبيل المثال حصل في يوم من الأيام أنقامة الملشيات الساءل الثانية بعد منتصف الليل بإخراج من أحد الزنازين ونقل إلى زنزانة أخرى أثناء ما تم إخراج من الزنزانة الشخص الذي يتحدث معي لإخراج من الزنزانة يقول جهز نفسك أنت الآن وقت دورك للإعدام الآن هذه الوسيلة كانت ترهيب نفسي تقوم بملكيات أيضا بالإضافة إلى تعذيب جسدي كان يمارشها المحققون الذين يقوموا بتحقيق معنا لانتزاع أي اعترافات مننا كان يتم اتهامنا بتهام ليس لنا علاقة بها لكن يحاول المحققون الضغط علينا بالتعذيب من أجل الحصول على إعترافات غير موجودة نعم هل سجنت فقط في نطاق؟ هذا الحل ينطبق على جميع المعتقلين وليس علي نعم واضح هل تم سجنك في نطاق محافظة تعز أم انتقلت بين عدة محافظات وسجون تتبع الميليشيا؟ سجنت في محافظة في أمانة العاصمة في صنعاء وانتقلت من أكثر من سجن في إطار أمانة العاصمة في إطار أمانة العاصمة هل تم إشعاركم أنه ستمثلون أمام نوع من المحاكمة أو زارتكم النيابة العامة والجهزة القضائية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا؟ هل مارسوا نوع أو شكل من أشكال المعاملة القانونية لكم؟ لا يوجد أي إقراءة قانونية أو اتخذات لا يوجد أي دور للنيابة كان هناك مقرد كلام يصلنا من حراسة السجن بأننا سنمثل المحاكمة لكن عمليا لا يوجد أي تواجد لدور النيابة أو أي إقراءات رسمية ماذا عن المنظمات الدولية ومنظمات الحقوقية وصليب الأحمر؟ هل زاركم أي ممثل عن هذه الجهات؟ منظمة صليب الأحمر زارتنا إلى السجن المركزي في صنعاء وهو السجن الوحيد المسموح به وصول الممثلين عن منظمة صليب الأحمر أثناء زيارة منظمة صليب الأحمر تحدثنا معهم عن معاناة زملائنا السجناء في بقايا السجون طلبنا من منذوب الصليب الأحمر أن يقوم بزيارة لسجون أخرى مثل سجن الأمن السياسي وسجن الأمن القومي وسجن هبرا رد علينا منذوب الصليب الأحمر قال حاولنا مع قيادة الملكيات مع مدراء السجون على السماح لهم بدخول تلك السجون إلا أنهم لم يجدوا أي تقاوب معهم فكان المكان الوحيد المسموح فيه للصليب الأحمر السجن المركزي فقط السجن المركزي ماذا عن معتقلين من الزملاء الإعلاميين؟ هل التقيت بأي من الزملاء الذين تم اختطافهم منذ أربع سنوات؟ التقيت بأحد الزملاء الإعلاميين وهو نادر صلاحي والزميل الآخر باسل الوحيشي التقينا في السجن المركزي بينما بقيت الزملاء الإعلاميين الذين حولتهم ملشيات إلى محاكماتها الصورية والشكلية التي تقوم بها هم مسؤولون تقريبا في الأمن السياسي ولم نلتقي بهم كيف تقيم أداء الحكومة مع ملف السجناء والمعتقلين والمختطفين؟ أنت خرجت بصفقة تبادل هل أشرفت الحكومة على هذه الصفقة؟ أو كانت طرفا فيها بالأصاح؟ أم أن المسألة كانت خاضعة لوساطات وما وساطات؟ والأداء الحكومي بشكل عام كيف تنظر إليه كمختطف سابق؟ بالنسبة لخروجنا كصفقة تبادل أنا بالنسبة لخروجت عبر صفقة تبادل تابعة للمقاومة القنوبية ولهم الشكر في قهودهم المبذولة لجوانب إنسانية بالنسبة لدور الحكومة، الحكومة قدمت تنازلة كبيرة من أجل حياة المعتقلين والمعتقلين بشكل عام بقبولها التفاوض على إقراءات صفقة تبادل ليشمل جميع المعتقلين والأسرة من داخل السقون الملشيات هذا التنازل كانت الحكومة، التنازل هذا قدمته الحكومة من جانب إنساني مراعاة لوضع المعتقلين نعم، لكن هذا الاتفاق برغم التنازلات التي تشير إليها مثل اتفاق السويد المتعلق بالإفراج عن الجرحة لم يرى النور إلى اليوم بماذا تفسر أنت كالصحفي وأعلامي تعثر هذا الملك؟ من خلال جميع الاتفاقيات التي تتوقع مع الملشيات الانقلابية من فترة الدخول الملشيات إلى صنعاء لا يوجد أي اتفاق تم التوقيع عليه تم تنفيذه في 2014 تم التوقيع على وثيقة اتفاق فورزات من قبل الملشيات لكن بالأخير انقلبت عليها الملشيات بنفسها ملف المعتقلين هي وسيلة تستخدمها الملشيات للضغط على الحكومة الشرعية والبحث عن أسراهم ومحاولة إخراج أسراهم بأشكال مختلفة قدمت دخلوا إلى مفاوضة السويد في ملف تبادل الأسراء كلنا نعلم جيدا أن الملشيات الانقلابية تماطل في إقراءة الصفقة كان هناك قبل اتفاق السويد كان هناك اتفاق على نفس الآليات ونفس قدوة الأعمال للصفقة قبل اتفاق السويد بعدة أشهر كان المقرر أن تتم الصفقة في رمضان الماضي بين من ومن هل كانت الحكومة طرف فيها أم أطراف أخرى يعني؟ لا كانت الحكومة طرف فيها برئاسة لجنة الأسراء برئاسة الأستاذ هادي هيك وكانت المفاوضات تتم من قبل رمضان العام الماضي أي قبل مفاوضات السويد بعدة أشهر ووصلوا إلى اتفاق أن يتم تنفيذ الصفقة في شهر رمضان لكن الملشيات عرقلت وأقلت إلى بعد رمضان وبعدها أقلت إلى بعد شهر وبعدها وصلنا إلى اتفاق السويد وأعيد تفعيل الاتفاق السابق وكانت الحكومة الشرعية بدخولها إلى مفاوضات السويد مؤملة في دور الأمم المتحدة بالضغط على الملشيات هذه معلومات عامة لكن رأيك أنت هل تعتقد أن هذا الاتفاق وهذا الملف يمكن أن يرى النور في ظل مواقع خبرتك في التعامل مع هذه التجربة الكاسية التي مررت بها لا أريد أن أكون محبطا إلى آخر درجة لكن إذا مارست الأمم المتحدة دوراً جيداً بالضغط على الملشيات قد يرى الاتفاق النور أنت معتقد محرر في النهاية وبالتالي يجب أن تكون أنت مصدر للأمل والتفاؤل نعم يعني هل تعتقد أن الحوثيين لا يحركون هذا الملف إلا حين يروا قوة وحين يروا الضغط وحين يروا مبادلات حقيقة أنا لا أثق في الحوثيين لكن أول على أن يكون هناك ضغط من قبل الأمم المتحدة لتحريك الملف كون هذا الملف هو الأساس والمدخل الرئيسي لمفاوضات السلام التي تفضي إلى إنهاء الحرب أخيراً هل تعتقد أن عدد السجناء والمختطفين لدى الميليشيا الحوثية يزيد أم يتناقص؟ نعم هناك تزايد في عدد المختطفين بشكل كبير جداً فإذا عدنا إلى اتفاقية الكويت السابقة قدمت الحكومة الشرعية أن ذاك عدد المعتقلين بكشف تقريباً بحدود 2000 معتقال في اتفاق السويدة الأخير قدمت الحكومة الشرعية كشف المعتقلين بعدد يزيد عن 9000 معتقال هذا الرقام الفارق كبير جداً خلال فترة مفاوضات الكويت التي استمرت لمدة سبوعين نعم كان هناك رصدنا عملية اعتقال خلال السبوعين هذه لأكثر من 50 شخص خلال فترة التفاوض أثناء فترة التفاوض نعم حصلت حلالة اعتقال لأكثر من 50 شخص ما رصدناها هل لديك أي رسالة أخيرة وعاجلة يمكن أن تطرحها في هذه المساحة؟ رسالتنا هي لأمم المتحدة أن تمارس ضغط حقيقي للملشيات لإنجاح صفقة التبادل الخاصة بالأسراء المعتقلين كونها هي المدخل الرئيسي لبناء السلام في اليمن لدخول مفاوضات لبناء السلام بدون ضغط حقيقي من الأمم المتحدة أعتقد أن جميع المفاوضات التي تم لا قيمة لها الناشط الحقوق والمؤتفل السابق في سجون ميليشي الحوثين بتهمة العمل الإعلامي سهيل العفسي كنت معي من مدينة عدن شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب المؤتقل السابق في سجون ميليشي الحوثي بسام الزياد تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة